بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الفل على حضاراتكو أخبار جديدة وكواليس جديدة النهاردة في الأشبال هنبتديها دلوقتي في الأيام الأخيرة شفنا دعم كبير قوي من جماهير الأهل العظيمة للأسطورة الكابتب محمود الخطيب ولما نقول أسطورة يبقى أسطورة بأخلاقه بتاريخه المشرف اللي دايماً بيفخر بيه كل الأهلوية كابتب محمود الخطيب الأسطورة وبنكررها آه في ناس بتزعل من كلمة أسطورة لكن ده الرمز الكبير اللي بنفتخر بيه كلنا كأهلوية علشان الأهلوية كلهم عارفين الراجل ده بيتعب قد إيه وبيخلص قد إيه للأهلي الخطيب مش محتاج كلام لأن الناس كلها عرفاء مواقف الخطيب واضحة للكل مشوار الخطيب من يوم ما ابتدى في النادي الأهلي كله إنجازات حياة الخطيب بدون علامات سودة قلب الخطيب كله خير وحب للناس بدون تكبر أو رياء إخلاص الخطيب للأهلي شاهد عليه أجيال وراء أجيال عشق الخطيب للفانيلا الحمرة مش محتاج مزايدات تقدير الخطيب للجمهور حديث كل الناس هو ده الخطيب هو ده الكابتن محمود الخطيب النجم والإنسان الخطيب اللي كان ولا يزال شريك أساسي في كل إنجازات الأهلي في مناصب مختلفة والتاريخ مش ممكن ينسى لأن دولابن البطولات الأهلي في عشر بطولات دوري أبطال أفريقيا كان الكابتن محمود الخطيب شريك أساسي في العشر بطولات كاملة وهو كان لاعب وهو عضو مجلس إدارة وهو أمين صندوق وهو نائب رئيس النادي الأهلي ثم دلوقت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الخطيب اللي قدم فنون كروية هتفضل في زاكرة الجمهور طول الوقت هو نفسه الخطيب اللي قاد الأهلي في أصعب المواقف وعدب الأهلي من أصعب الاختبارات وكلنا كنا شاهدين في الأربع خمس سنين اللي فاتوا مدى الصعوبات اللي وجهت النادي الأهلي وشوفنا الكابتن محمود الخطيب ومجلسه قدروا إزاي يعد الصعاب ديه وده كان درس يتعلم منه كل الجماهير إزاي النادي الأهلي بيقاد بالمجلس المحترم برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان كل ده جمهور الأهلي بيقول للخطيب لن تسير وحدك أبداً يا بيبو أما عن أخلاق الخطيب فده يحتاج حلقات وحلقات عرفت الكابتن محمود الخطيب من سنين طويلة عمره عمري ما شفته بيجرح في حد عمري ما شفته بيخرج على النص حتى في أصعب الظروف ودايماً الإنسان معدنه بيظهر في أصعب الظروف عمره ما رد على المتطولين بطريقتهم هو أخلاقه كده وتربى على كده أفتكر كويس لما كان بيحكي عن تربية والده ليه وأنه كان بيقول له اوعى ترد الإساءة بالإساءة تعالوا نشوف مع بعض فيديو بيحكي فيه الكابتن محمود الخطيب إزاي نصايح والده كانت مهمة جداً بالنسبة له فيه واحد كان حقيقة ابتدى يعني من الفريق اللي كان بيلعب ضد يعني ابتدى يعني بيشتمني فيه يشتيمة بقى بألفاظها أنا يعني كانت بالنسبة لي صعبة شوية فالمهم رجعت البيت مداء جداً فجيب أبايا بقى والد جيب الليل ملكه وبتاعه مهم عارف القصة يعني فاخدني وعندنا بقى قدة الصالون يعني خدني جوا وأفرعي وكان دايماً محب ينصح حد فينا بياخدوا كده الواحد ويتكلم معا فالمهم أخدني بقى وقال لي محمود أنا عايزك لما حاسنا متضايق وبفكر إن أنا تاني يوم ده قلت لأختي يعني إن أنا تاني يوم أروح أتخنم معا فقال لي يعني أنا محمود أنا عايزك عايزة ديك نصيح يا ابني كل بأخلاقه فأنت النهاردة بأخلاقك أنت مش بأخلاق الرجل يعني حتى يعني مش مزبط أنت ليك أخلاق معينة فأنت تعمل بأخلاقك أنت مش بأخلاق الإنسان اللي ممكن يتعد عليك بحاجة فأنت تخليك أنت بأسلوبك أنت بشخصيطك أنت بتربيدك أنت أحسن فده يمكن الحقيقة يمكن من الحاجات اللي خلتني الآن النهاردة يعني الحمد لله رب يعني ما معرفش حتى أقول كلمة يعني خارجة كلهم بأخلاقه واحدة بنتكلم في المقدمة وبنقول إن كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة أسطورة بنتعلم منها كل شيء فالنهاردة لما نسمع الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب هو بيحكي عن موقف مع والده الله يرحمه بعد الأشخاص تطول عليه وكان ده رد والده كلهم بأخلاقه أهلا بحضراتكم من جديد نتكلم بقى عن بطولة الدوري السنة دي وبعد خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري وفقد اللقب المحبب ليه ولما نشوف تاريخ النادي الأهلي ما شاء الله مليء بكثير من البطولات وأهمها بطولة الدوري الممتاز 42 بطولة السنة دي لما نشوف بطولة الدوري وبداية النادي الأهلي لبطولة الدوري الكل قال إن النادي الأهلي إن شاء الله السنة دي اللقب مش هيخرج من الجزيرة إيه اللي كانت المؤشرات شوف أداي النادي الأهلي في بداية الموسم شوف النادي الأهلي وهو بيكسب المنافس بتاعه خمسة شوف النادي الأهلي هو بيكسب بيرامدس ثلاثة شوف الأداء ولا أفضل ولا أروح ده كانت بداية النادي الأهلي في بطولة الدوري بيكسب مباريات خارج ملعبه في السوان الأخيرة زي غزل المحلة بيكسب البنك الأهلي مباريات مهمة جداً والنادي الأهلي كان ماشي في الطريق الصح من بداية مشوار البطولة بطولة الدوري سنادي النادي الأهلي بعد ما ابتدى بطولة الدوري ماشي في كذا اتجاه الاتجاه الاول ابتدى في شهر عشرة بطولة دوري ابطال افريقيا لدور الاثنين وثلاثين والنادي الاهلي قدر يتخطى لما وصل في شهر اتناشر للسوبر الافريقي السنادي والنادي الاهلي قدر يحصد اللقب الافريقي امام الرجاء المغربي ودي كانت اول بطولة في موسم عشرين وواحد وعشرين عشرين واثنين وعشرين النادي الاهلي يحصدها هي بطولة السوبر الافريقي لعبة النادي الاهلي تادت بداية رائعة قلنا في الصبر الافريقي ايضا بطولة كأس العالم الاندية اللي كانت في شهر اتنين فيه الامارات ورغم النقص العدد الكبير قدر النادي الاهل يتجاوز ويقدم كرة احلى والاروع وقدر يحصد المركز التالت وبرزيت كأس العالم للمرة التانية على التوالي وده كان انجاز كبير جدا في مشوار الدوري كان فيه مباريات مهمة جدا ومحطات مهمة جدا لما تشوف مباراة خمسة ثلاثة وانت بتفوز على نادي الزمالك بخماسية خماسية اداءا ولعبا وكمان يعني النتيجة كانت ممكن تعلى وتعلى عن الخمسة المؤشرات كلها زي اقول لحضرات وحنا شايفيني الاهداف قدامنا أليو ديانج وعلي معلول ومحمد شريف اهداف حلوة جدا المارد الاحمر في بداية الموسم محدش يقدر يوقفه ومحدش يقدر عليه إلا التحكيم شوفنا في مباراة بيكسبها النادي الاهلي خمسة ثلاثة كانت ممكن تزيد وتبقى مباراة للتاريخ مباراة للتاريخ تكسب خمسة وكانت مباراة للتاريخ شوفوا الهدف ده حاجة يعني بص ما تشوفاش في الملاعب الاوروبية هدف حلو قوي ما بين السلية ومحمد شريف من اللي وقف النادي الاهلي في مباراة زي دي كانت ممكن تزيد فيها الغلة وبدأ المباراة تنتهي خمسة وشوفنا قبل كده ستة كانت ممكن تزيد التحكيم الكابتن محمد عادل وابتداها بحاجة جديدة الاحتواء وبدأنا نسمع مصطلحات جديدة في الكرة المصرية الاحتواء بتدينا الدور بالمشوار ده النادي الاهلي ولعبته اللي هي العدد الأكبر في منتخب مصر ما يقرب من تمن أو تسع لعبين طبعا غير اللعيب قال يو ديانجو على المعلوم المحترفين التانيين شاركوا في بطونة العرب ودور هنا النادي الاهلي والعدد الأكبر من لعبته مع منتخب مصر وقدر منتخب مصر يوصل للمباراة برضو ايه أو الأدوار النهائية بعد كده خرجنا على كأس الأمم الأفريقية ودور لعبت النادي الاهلي مع منتخب مصر وقدرنا نلعب المباراة أيضا النهائية النادي الاهلي ماشي في كل الاتجاهات كأس الأمم مع المنتخب بطولة العرب خد السوبر الأفريقي في بداية الموسم وشغال في بطولة أفريقيا وفي مشوار الدوري اللي كان محافظ على أداؤه وبرضو تصدره في بطولة الدوري نيجي لنهاية أفريقيا وده كانت نقطة فاصلة في مشوار النادي الأهلي السنادي بطولة أفريقيا النادي الأهلي قدر يوصل فيها للسنة الثالثة على التوالي أمام الوداد وبدأت من هنا أو بدأ من هنا الشغل وإزاي أوقف النادي الأهلي وكلنا عارفين الحكاية حكاية الأستاذ وريد العطار اللي ما بعتش الجواب والأستاذ وريد العطار كانوا أخذ التعليمات علشان ما بعتش الجواب وكانت دي نقطة فاصلة علشان النادي الأهلي يفقد بطولة مهمة جدا كانت ممكن تكون التالتة على التوالي وممكن النادي الأهلي يسطر تاريخ ما تكتبش في العالم كله ولا في أفريقيا ويروح كاس عالم أندية مرة تانية ويحقق النادي الأهلي أيضا رقم قياسي في كاس العالم الأندي من هنا كانت نقطة فاصلة خسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بفعل فاعل وبعدها النادي الأهلي اتجه لبطولة الدوري مسيماني رحل مع ضغط المباريات مع ضغط المباريات بدأنا نشوف إصابات كتير من بداية الموسم في 16 عشرة دوري أبطال أفريقيا دوري 32 النادي الأهلي للحظة بكلم حضراتكم لاعب 53 مباراة المنافس لاعب 43 مباراة يعني النادي الأهلي لاعب 10 مباراة زيادة عن النادي المنافس لا لو مش كده كمان النهاردة شوف النادي الأهلي اللعب 18 مباراة كانت الرحة ما بين المباريات 48 ساعة أو يومين النادي المنافس لعب 11 مباراة الرحة ما بينهم 48 ساعة يعني شوف عندك لعب 7 مباراة أكتر من النادي المنافس في ظل الجدول المضغوط اللي اتحط للنادي الأهلي بعد نهاية أفريقيا اللعبة بتلعب ضغط كبير من بداية الموسم بدأنا نشوف إصابات لكن النادي الأهلي معودنا في ظل الظروف الصعبة وفي ظل الغيابات وفي ظل كل ده النادي الأهلي برضو يقدر يكسب وعلى مدار تاريخ النادي الأهلي شوفنا ممكن النادي الأهلي ما يكونش في أفضل حالاته لكن بياخد بطولات برضو لكن إيه اللي وقف النادي الأهلي ابتدت من مباراة البنك الأهلي فاكرين روح الفار كابتن عصام عبد الفتاح روح الفار بعد كده دخلنا على مباراة المقاولين بعد كده دخلنا على مباراة فاركو وبدأ النهاردة بفعل فاعل وأيضا التحكيم المصري النادي الأهلي بيفقد نقاط ومباريات مهمة جدا بفعل التحكيم مباريات أهداف تجيبها زي مباراة فاركو الهدف يتلغي والأمور تتصعب مباريات تانية لعبة مفروض تتطرد واللعبة ما تتطردش ده كل بقراء كل السلوات التحكيمية لكن النادي الأهلي معودنا أن النادي الأهلي لما بيقع أو لما بيفقد بطولة بيرجع أكوى من الأول مش أنا اللي بقول كده التاريخ اللي بقول كده التاريخ اللي أشوفه مع حضراتكو تعالوا نشوفه مع بعض على الشاشة من سنة 48 من يوم ما انطلق أو من يوم ما انطلقت بطولة الدوري الممتاز زي ما احنا شافين قدام حضراتكو بطولة الدوري الممتاز انطلقت سنة 48-49 ما شاء الله أنا شافي الشاشة كلها حمرة 48 سنة 50 51 53 سنة 54 56 57 58 59 إلى أن أخذ زي مالك البطولة الأولى في تاريخه سنة 60 كان نادي الأهلي خد كان بطولة 2 4 6 8 9 9 بطولات من يوم ما ابتدى مشوار بطولة الدوري 61 و 62 النادي الأهلي رجع وخد البطولة مرتين وربعاً نادي الترسانة وهو من الأندية العريقة خد البطولة وكان جيل عظيم سنة 63 رجع بعدها الزي مالك 64 و 65 والنادي الأولمبي والنادي الإسماعيلي وغزل المحلة وكانت الفترة دي فترة التوقف في كرة المصرية والنادي الأهلي باعت شوية لكن النادي الأهلي وقتها قدر يبني جيل عظيم جيل التلامزة عشان يرجع يكتسح البطولات مرة أخرى جيل 95 75 76 77 الزمالك أخذ البطولة سنة 78 رجع النادي الأهلي أربع سنين متتالية بياخد البطولة لسنة 82 المأولين بياخد سنة 83 و 84 الزمالك ويرجع النادي الأهلي ياخد البطولة ثلاث سنين متتالية أيضاً الجدول اللي أنا شايفه قدام حضراتكو ده أو أنتوا شايفينه قدامنا دلوقتي ده ملخص أن النادي الأهلي بيرجع أقوى من الأول النادي الأهلي لما بيوع بيقدر يعمل فريق قوي يرجع يجدد الدوافع مرة تانية علشان يرجع يكتسح ويحتكر كل البطولات هو ده التاريخ المشرف للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز طب ما تعرضونا كده الأرقام يا شباب اعرضونا الأرقام نشوف بقى بالأرقام النادي الأهلي وسجله وتاريخه المشرف في بطولة الدوري طيب احنا بنستعرض بقية الجدول أربعة وتسعين خمسة وتسعين وستة وتسعين سبعة وتسعين تمنة وتسعين تسعة وتسعين لألفين يعني منتكلم في سبع سنين متتالية النادي الأهلي بيحصد بطولة الدوري رجع الزمالك والإسماعيلي والزمالك سنتين ويرجع النادي الأهلي من سنة ألفين واربعة ألفين وخمسة لسنة ألفين وربعتاشر يعني بتكلم في عشر سنين النادي الأهلي النادي الأهلي كان محتكر بطولة الدوري ذاك الفترة الزمالك ألفين وربعتاشر ألفين وخمستاشر ويرجع النادي الأهلي مرة تانية هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي احنا التاريخ ما بيجذبش التاريخ دايما بيكون مراية للناس اللي بتنسى نفسها النادي الاهلي لما بيكسر بطولة عنده التواضع ان ده الطبيعي بتاعه عنده التواضع لما بياخد بطولة ان ده الطبيعي بتاعه ولما بيخسر بطولة بيقدر يقوم اعرضونا لأرقام كده لو سمحتوا يا شباب الأرقام النادي الاهلي 42 بطولة نادي الزمالك بعد فوز السنادي بطولة الدوري 14 بطولة زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم نادي الاسماعيلي 3 دوري ممتاز نادي المأولين اخد بطولة نادي الترسانة نادي الاولمبي العريق وغزل المحلة فالنادي الاهلي هتلاقوه في مكانة تانية النهاردة لو ضربنا الـ 14 في 3 42 يعني النادي الاهلي عن اقرب منافسينه 3 اضعاف 3 اضعاف 3 اضعاف يعني ما بتتكلم 14 في 3 ب 42 الصحي كده يا شباب شاطر في جدولة الضرب 14 يعني 3 اضعاف النادي الاهلي النادي الاهلي 3 اضعاف ده شيء بيدعونا كلنا كاهلاوية للفخر دايما الاهلاوي راسه فوق الاهلاوي لما بيخسر بطولة بيرجع اقوى من الاول وهو ده ان شاء الله اللي هنشوفه فيه المسم الجديد اللي بدأ النادي الاهلي يخطط للمسم الجديد ابتدى بقراحة اللاعبين الكبار داخل الفريق اللاعبين اللي بقى لهم 3 سنين ما رايحوش ولا مع منتخب مصر ولا مع النادي الاهلي وهي دي الكورة دايما الكورة فيها قومة اساسي دايما بيشيل وعندك لعيبة بتبدأ تدخل مع الفريق اللاعبة تم استنزفها على مدار 3 سنين النادي الاهلي ما كانش بقول لا لمنتخب مصر النادي الاهلي كان بيحقق كل البطولات فجي الوقت اللي رايح فيه لعيبة النادي الاهلي فيه تدعيمات ان شاء الله للمسم الجديد هيتم الاعلان عنها هيتم الاعلان عن صفقات مهمة جدا ومفيدة للنادي الاهلي خلال ايام القرية القادمة النادي الاهلي ابرم صفقات مهمة ان شاء الله هيعلن عنها في الوقت المناسب في الايام القليلة القادمة هو ده التخطيط ان شاء الله للمسم القادم بالنسبة للنادي الاهلي نروح مع حضراتكم لاخبار الناشئين في الصحف والمواقع ونبتديها مع منتخبنا الوطني للناشئين بقاعدة كابتن محمد وهبة اللي بنتمنى لهم كل التوفيق منتخب الناشئين يختتم تدريباته بمدينة وهران الجزائرية استعدادا للسعودية ان شاء الله بكرة منتخب مصر للناشئين عندهم مباراة مهمة جدا مع منتخب السعودية نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق بكرة المباراة لاستعدادات كانت النهاردة واختتموا الاستعدادات وكل التوفيق لمنتخبنا جاز الفني كابتن محمد وهبة مدير فني مؤمن عبدالغفار مدرب عام وعصام عبدالمدرب يوسف طهر مدرب حراس مرمى دكتور حسين فتوح خليل طبيب احمد سامي نصار مديرا ادران وعباس حسنين اقصائي تأهيل وده من المنتخبات المبشرة نروح لمواعيد مباراة منتخب مصر يوم بكرة غدا ان شاء الله الاربعاء في تمام السابعة منتخب مصر امام منتخب السعودية يوم السبت المقبل 27 هيبقى منتخب مصر امام منتخب لبنان والمباراة الاخيرة هتكون يوم السلساء المقبل 30 اغسطس ستبقى منتخب مصر امام منتخب سوريا الحاجة الايجابية والحاجة الحلوة في منتخب مصر للنشئين ما شاء الله النادي الاهلي زي ما شفنا في منتخب الشباب رأفة خليل وهو من العناصر المبشرة اللي كانت فيه البطولة مع كبت المحمود جابر وكان ايضا عندنا محمد احمد شرقيا اللي لعب الموراة الاخيرة مرحش كان مصاب وبدأنا نشوف ميدو نبيل وعندنا لعيبة ايضا في منتخب 2003 برضو نفس الكلام النادي الاهلي بيضم سبع لعبين في منتخب مصر للنشئين سبع لعبين مميزين زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم وبرضو علشان نعرف جمهور النادي الاهلي الناس اللي كانت دايما تشاكك وتقول النادي الاهلي ما فيهوش نشئين شايفين ما شاء الله النشئين هشام مصطفى خط وسط ده من اللعبة المميزين جدا حسام عادل مهاجم ابراهيم عادل لعب وسط والاتنين توقم حسام ابراهيم عندنا احمد عبدين مدافع ده من العناصر المبشرة جدا يوسف اسلام احمد عبدين مدافع موليدة الفين وستة عندنا عمر كمال ده من الحراس المرمى المميزين جدا عندنا يوسف اسلام ده لعب خط وسط وده من اللعبة المميزة جدا لعب وسط بلعب مركز تمانية ولعب مركز ستة من العناصر المبشرة جدا وشام مصطفى ده لتكلمنا عنه في الاول لعب خط وسط من اللعيبة اللي بتلعب على الطرف أو مركز عشرة برضو من النواحي الإيجابية فالنهاردة لما تشوف سبع لعيبة من النادي الأهلي فيه منتخب مصر الناشئين ده شيء إيجابي وكلهم لعيبة مميزة وأيضاً هنا في قناة النادي الأهلي لما زعنا المباريات كانت كلها عناصر مباشرة وبدأت الناس كلها تعرفوا نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية أهلاً بحضراتكم من جديد فكرة دايماً يعني اتعودنا عليها ومعتدين نحن نعملها في برنامج الأشبال دايماً نكون نشوف المدارس الأخرى في أوروبا ونتعلم منها ونشوف آخر الطرق اللي توصلت لها المدارس الأوروبية ومن أهم المدارس دي المدارس البرازيلية من شاء الله بنشوف البرازيل عندهم منجم دهب من المواهب بتصدر لكل الدوريات في العالم وطبعاً أكترها الدوري الأوروبي وبنشوف المواهب العظيمة اللي بتخرج في كرة القدم دايماً بتكون من البرازيل عبر سكايب بنروح لمستر كريستيان سيراكيو مدرب سابق بأكاديمية سانتوس البرازيلي برحب بك مستر كريستيانو مساء الخير مساء الخير على الجميع أنا سعيد بتوجدي على كناة النادي الآلي أحد أعظم الأندية في قرة أفريقيا والوطن العربي لأن الأهل فريقاً له سوع ولو سمعة كبيرة في البرازيل كيف لا الآلي تقابل سلس مرات مع أعظم الأندية في البرازيل بالميراس وكورينسيانس وساو باولو أنا سعيد لتوجدي في نوع من هذا البرامج الذي يهتم وتحدث عن الأجبال والنشئين لأن الأجبال والنشئين إذا ما قمنا بالاهتمام بهم سيكونون هم المستقبل الكبير لأي دولة تقوم على كرة القدم هذا يشعرني بالسعادة بأن الأهل تقابل مع العديد أيضاً من كما ذكرت مع سوباولو كورينسيانس ولهذا أنا سعيد بتوجدي على هذا البرنامج وأنت بنوارنا في قناة الأهل مصر كريستيان ومشاء الله حضرتك يعني خبرات كبيرة في قطاعات النشئين شايفي إزاي المدرسة البرازيلية وهي بتصدر مواهب لكل دول العالم شايفي الإنجاز الكبير ده إزاي في البرازيل نحن نهتم كثيراً بالمواهب الشابة وقطاع النشئين والأجبال لأن اللاعبون والأجبال والنشئين هم مستقبل أي دولة ومستقبل قرة القدم في العديد من القطاعات المختلفة هذا جعل العديد من البرازيليين العاديين وكل المواطنين في البرازيل يعتمون والكل يريد أن يصبح لعب قرة قدم لأنه يتقاضى أجر كبير وتستفيد منه الدولة مادياً ويكون نجم كالنجومة الذين يتوجدون حالياً ولهذا نهتم كثيراً بالمواهب وتأخذ الأكاديميات القادرة الأكبر من اهتمام الأندية ونحن رقم واحد في العالم وأقوى عشر أكاديميات على مستوى العالم أتحدث عن كورينسيانز وأتحدث عن العديد من خلال قناة الأهل والأشبال العديد من الطلاب الآن يهربون من الجامعات كي يصبحون يلعبون قرات قدم ما شاء الله المواهب البرازيلية هي الأفضل في العالم المهارة البرازيلية إيه اللي بيتعامل داخل الأكاديميات وداخل قطاعات الناشئين علشان نشوف دايماً اللاعب البرازيلي بيمتاز داماً بالمهارة؟ ولا هي فطرة؟ في البرازيل الأمر مختلف بعد الشيء في آخر السنوات كما ذكرت هي مواهبة أكثر منها صناعة لأن المواهبة في البرازيل والمواهب في البرازيل وعلى شواطئ ساوباولو وكوبا كبانا كسيرون وكسيرون جداً كما ذكرت أيضاً أريد أن أقول أن أكاديميات للمدريد تعتبر واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم العمل في الأكاديميات في البرازيل يشبه العمل في الأكاديميات الأوروبية ريال مدريد أيضاً يهتم بقطاعات الناشئين لكن لحنا لدينا العديد من العوامل التي تقوم عليها الأكاديميات من أجل النجاح كمنا باكتشاف لعبين وكسيرين مثل روبينيو وكاكا عندما كان في ساوباولو هم أسطير من البرازيل وخرجوا من البرازيل كتبوا تاريخ عظيم مع فرق أوروبا ولا أحد يتدخل في عمل الآخر هنا النظام ونظام مهم جداً من أجل أن يكون قطاع الناشئين بتخزيط جميع القطاعات الأخرى شاف إزاي المواهب العظيمة في البرازيل اللي أصبحت دلوقتي مصدر داخل لدولة البرازيل وبقت استثمار كبير جداً شاف الموضوع ده إزاي؟ بكل تأكيد البرازيل تعتبر قوة اقتصادية عظيمة في تصدير اللاعبين لأن الدولة تقوم بالدخارة العديد من العوامل المادية والاقتصادية من أجل هؤلاء أعتقد أننا في البرازيل نستحق هذا لأن الدولة عرفت الأمر وقادت على وقلاء اللاعبين وقادت على عمليات بيع اللاعبين عن طريق الطرق السوداء ومن هذا وضعنا نظام كبير من عملية بيع وشراء اللاعبين كل ذلك تم عن طريق الاتحاد وتكون هناك عقود مختلفة لكل لاعب كل المواهب الذين يلعبون في جميع أنحاء العالم ليست أوروبا فقط تستفيد منهم البرازيل المادية لأن البرازيل لهم الفضل على يوم أبرز الأساليب الجديدة في تدريب البراعم والناشئين لكي نرى المواهب الكبيرة أبرز الأسلوب الجديدة المتابعة في تطوير اللاعب في البرازيل لدينا العديد من الأساليب المختلفة ويجب أن نكون صريحا استفادنا من بعض الأكاديميات من أوروبا الآن نهتم كثيرا بالعوامل البدنية لأن تعلم اللاعب البرازيل يعتمد كثيرا على المهارة فتجد اللاعب كبينية جوسمانية ليس بالقوي لأنه يعتمد على المهارة والدريبنينج والسكيلز لكن الأساليب المتابعة في هذه الأيام نهتم دائما باللياقة البدنية لأن هذا ما ينقذ اللاعب البرازيل لأن هذا ما تحدثنا عن المواهب لكن المدفعين لديهم ذلك ونحن نتبع أسلوب جديد من خلال تحدث عنه أن اللاعبين البرازيليين قد يقومون أيضا بالصفر إلى أوروبا من أجل عمل معايشة والاستفادة من الأكاديميات الأوروبية الأخرى وإذا كنا الأفضل يجب أن نستمر على هذا المنوان ويجب أن نتعلم من الآخرين ليس فقط نحن نحن رقم واحد في العالم من حيث الكهة الاقتصادية والمواهب لكن هذا لا يقلل من أن نذهب إلى أوروبا ونتعلم منهم واحدة سلاساليب هي الاهتمام بقوة اللاعبين البدنين وقوة الأشبال وأقول لك انتظر العديد من المواهب القادمة في أشهور القادمة سوف نقوم بتصدير أسماء كبيرة وعظيمة لأوروبا ونهتم بهم في هذه الأيام البرازيل دائما الرقم واحد أخيرا مستر كريسيان كاس العالم القادم هل المنتخب البرازيلي هو المرشح رقم واحد ولا ممكن فيه منتخبات أخرى تشارك المنتخب برازيلي أهم شيء هو شيء أهم أهم كثير نحن في البرازيل هنا لا نريد أن نفوز فقط يجب أن نلعب ونقدم أداء عظيم في المونديال على أي تحال بكل تأكيد نعم تستطيع البرازيل الفوز بكأس العالم مع كل الاحترام من المنتخبات القوية مثل ألمانيا والأرجنتين لكن أعتقد أن البرازيل تستطيع بالفوز لأن البرازيل فوزنا بأربع مرات ثم مرة خمس مرات نحن لدينا خمسة كاس عالم ونريد زيادة واحد نستطيع ذلك بنشكرك شكرا جزيلا مصر كريستيان سراكيو بنشكرك شكرا جزيلا ونوطنا على قناة الأهل كانت مدخلة مهمة جدا ودايما زي ما احنا قلنا لحضراتكم متعودين أن احنا دايما نشوف المدارس الأخرى ونتعلم ونشوف أفضل أو أحدث لسليب في علم التدريب نروح بقى للغرداء وأكاديميات النادي الأهلي ومشاء الله نادي الأهلي في كل ربوع مصر وفي كل محافظات مصر وأيضا افتتاح أكاديمية النادي الأهلي في الغرداء في سينزو كان افتتاح رائع أعداد كبيرة جدا بمجرد أن اسم النادي الأهلي اتقال في محافظة البحر الأحمر في الغرداء تعالوا نشوف مع بعض تقرير أكاديمية النادي الأهلي في الغرداء ونرجع لحضراتكم مرة تاني والله طبعا أنت عارف النادي سينزو ده اتشافنا أن النادي كان موجود يلعب في دور الدرجة الثالثة والرابعة في منطقة المحافظة البحر الأحمر والحقيقة وجودنا هنا نتيجة هذا المكان الحقيقة اللي فيه كل الفاسيليتز الموجودة والإمكانات الموجودة أنا أعتقد أنه ده أضاف لأكاديمية النادي الأهلي في محافظة البحر الأحمر لأول مرة منذ 14 أو 15 سنة أن تقام أكاديمية في هذا المكان وأنا حقيقة بحقيق المسؤولين والأستاذ إبراهيم الحقيقة طويل المسؤول عن هذا المكان الذي أسسه تأسيس على أن يكون حاجة مستقبلية لكل حقيقة للبحر الأحمر وللصعيد عموما لأنه حتى كل الناس الموجودة في إينا والموجودة في الألمونيوم في نجا حمادي في كل الأماكن دي واللقص البيجو هي التواجد في الأكاديمية معنا هنا من مدربين للعبين وأنا أعتقد أنه حقيقة وجود مايكل بروكتش وميشيل وتامر حفني وكابتن خالد بيبو في هذا اليوم يضيف القدر الكبير من التعاون الموجود بين الأكاديمية والقطاع للناشئين الحقيقة والله كابتن خالد بيبو الحقيقة طالما يشتغل قبل كده في هذا المكان عارف أدي قيمة وجود أي حد من القطاع في وجود الأكاديميات بيشكل مصداقية كبيرة جدا لأولياء الأمور أنه حقيقة اللعبين المميزين اللي بيطلعهم من الأكاديمية مكانهم موجود ومحفوظ في قطاع الناشئين وجود حقيقة هؤلاء المديرين الفنيين من قطاع الناشئين في وجود تامر حفن الحقيقة المسؤولة على البرائم ومدرسة الكورة أنا أعتقد أنه حقيقة إضافة كبيرة جدا للأكاديمية أن هناك متابعة ووجود كمان برضو أكتر من شخص مهتم بهذا الموضوع في قطاع الناشئين مرحب بكل أولاء الأمور اللي موجودين الصراحة اللي بيتعبوا وبيجيبوا ولدهم وبيجيوا ويحضروا الأكاديمية مرحب بقطاع الناشئين طبعا ميستر مايكل جاي وميستر ميشيل وكابتن تامر حنا فيه وكل المجموعة اللي جبناهم معنا كابتن شطا طبعا كابتن ياسي الرايان كل الموجودين عشان نفتدح النهاردة يوم لأكاديمية النادي الأهلي بسنسو نتمنى زي ما انت شفتوا كده النهاردة الاعداد ما شاء الله يعني نمسك الخشب جميلة جدا نتمنى ان احنا نكون نعمل الرسالة للنادي الأهلي احنا جاينا لغردقة جاينا عشان نشوف ولاد مميزين المداربين بيشتغلوا هنا بيشتغلوا مع الولاد عشان يبرزولنا المواهب اللي موجودة عندهم بعد كده منطلحهم للفريق البراعم او فريق الناشئين بيتفرجوا عليهم بيشوفهم بياخدهم يبقى عندنا بعد كده قاعدة برضو من الأكاديميات بتاعت النادي الأهلي اللي موجودة على مستوى الجمهورية عشان نبرز الولاد الكويسين يبقى عندنا خمات كويسة وطبعا يعني ما بنحط هنا المداربين معهم المسؤولة عن الأكاديمية بيبقى مدير الفرع ده أحسن حاجة لأنه بيشتغل مع المداربين على الولاد من نمي المهارات اللي عندهم من نمي الاستلام والباص والتحرك بالكورة بيبقى حاجة جميلة جدا ننمي لولاد ونستغل الفرصة إن عندنا المداربين الأجانب بيجوا بفرجوا عليهم وبيشوفوهم يبقى ده حاجة كويسة برضو إن شاء الله يعملون نجوم تمثل للنادي الآلي نجوم مواهب عالية في الغرداء طبعا أنا بطمئن للناس إن فعلا الأكاديمية بتورد لعيبة كتير جدا للقطاع عندنا وحدك عارف إن من أول 2008 كان في النادي معظم الولاد تلوا عندنا وفرد 2007 ما شاء الله اللي خادت البطولة كلهم من الولاد الأكاديمية معظم من الولاد الأكاديمية من الأكاديمية نينو اللي تزمحها داك عالبت ببقى الولاد متأسس عن اللي بيجي لك من الاختبارات فطبعا بقول إن شاء الله إن الهز ما تلقشي وإن شاء الله فيها جال طلعك وصل النادي الأهل بإذن الله هو النادي الأهل طول عمره يعني الحمد لله يمكن الأكاديميات دي أكاديميات النادي الأهل على مستوى مصر بتفرق لعيبة كبيرة جدا بنوضى قطاع الناشئين ومن قبل كده حتى وإحنا موجودين في القطاع برضو كان لها دور كبير جدا أكاديميات النادي الأهل فحتى التواصل بين الأكاديميات وبين القطاع ده حاجة نجحة جدا ودي بتبقى رسالة لأولاء الأمور كلها اللي انت مبنك بيبقى مميز وبيبقى حاجة شكلها كويس عندنا في النادي الأهل في الأكاديميات طبيعي جدا اللي هو بيبقى الفرصة اللي اللي هو موجود في القطاع وده حاجة كويس اللي احنا موجود نبقى في المحافظات كلها يا فاروق لان الوقت موجودين زي ما انت كلمت ابليك لأولت الوقت مع الدين للشنفر ده حاجة كويس وده طبيعي النادي الآن اللي احنا مؤسسة كبيرة مؤسسة بتخدم الدولة بتخدم المجتمع فكل ده الحمد لله فضل الله ربنا سبحانه وتعالى الرسالة بتاعتي اللي أنا بقول لكل اللي موجودين في الاكاديميات ان شاء الله بإذن الله يكون ليك وجود في قطاع النشئين في النادي الاهلي نادي الاهلي برضو بيفرغ للاندهة طول عمره سواء في قطاع النشئين او في الدرجة الاولى فالحمد لله نادي الاهلي على طول حاجة جميلة والولاد اللي موجودين انت شفتمه النهاردة برضو انا سعد جدا بيوم النهاردة لفت نظري في الشاشة دلوقتي ما شاء الله مجرد اسم نادي الاهلي بس تذكر في الغرداء وافتتاح اكاديمية النادي الاهلي شفنا اعداد كبيرة جدا وهو ده دور النادي الاهلي ودور الرياضة النادي الاهلي النهاردة وجوده في كل المحافظات ده شيء مهم جدا وجماهيرية النادي الاهلي الكبير نروح نشوف ايضا تقرير من افتتاح اكاديمية النادي الاهلي مع المدربين واللاعبين وبعدها نروح لفاصل مع الناقد الكبير الأستاذ علاء عزة ولكن بعد الفاصل أكاديمية النادي الكبير الأول في أفريقيا والوطن العربي طبعا بنبقى عايزين نبقى غير أي اقطاع دايما الناس المميزة بس الناس الصوبر هي اللي توصل القطاع بنحاول بقدر الإمكان نعلم المهارات الأسئلة لكل الأولاد والمميز إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرموه يوصل القطاع والنادي لأهل كل دلوقتي بتحس إن هنا بنغير الدم زي ما بيقولوا يعني بنحاول نشوف براعم بنحاول نشوف موهب أكتر كل ده يصب في مصلحة النادي طبعا ما عادش الموضوع يعني زي الزمان كده بتوقف على اللي في النادي بس دلوقتي بقى كل واحد له فرصة وكل واحد له زي ما بيقولوا يعني إيه الفرصة كبرت شوية يعفهم بقى كانت خمسين دلوقتي وصلت تمانين مئة في المئة كمان وبسبب الفروع الكتير للنادي الأهلي في الجمهورية المصر العربية كلها طبعا حاجة كبيرة ومسؤولية كبيرة طبعا دي حاجة ربنا يعني أمانة اللعابة الزوارين دول كلهم أمانة لازم نشتغل ونتكن في العمل ونحاول نطلع لعبة كتير في هنا في الغرداء لعبة كويسة جدا بنحاول نطلع مجمع كويسة اللعابين هنا بإذن الله نشوفهم في الكطاع لعابين كبيرة بإذن الله نشوفهم في نادي الأهلي في فريد أول نشوف ناس منهم بإذن الله كمان في منتخب مصر تنبأ لناس هنا كتير جدا HoloBay dice في نادي الأهلي ويشرفوننا بإذن الله والمنتخب يعني بإذن الله إن شاء الله طبعا قابت محمد جودة لما تم اختاره المداربين نختارهم طبعاً باناية كأننا هدف واضحة حطينا برنامج تدريبي على أعلى مستوى الهدف منه الوصول بين اللاعبين الأكاديمية للقطاع طبعاً شغالين بسيست معين طبعاً كيادة كابتن معاما جودا كل مدرب مننا لها هدف معينة بحقها عشان بيوافي تكارير شهرية توصل لكابتن ومن خلالها بيبدأ يختار اللاعبين العناصر المميزة اللي بتبدأ تنضم للقطاع أو بيبقى لها رؤية في القطاع النادي الأهلي كابتن جودا وكابتن شطا يبلغونا أننا على قد ما نقدر نوصل رسالة بتاعتنا للعيبة نقدر نخدم بها ندينا نقدر يخدموا نفسهم يخدموا منتخب بلدهم يعني رسالة لازم توصلهم بالمعنى الحرف اللي هو مثلاً أكون أد المسئولية فأنا لو أنا كمدرب لازم أكون أد المسئولية عشان أقدر أوصل للعيب بتاعي الصغير أو الكبير كل حاجة نقدر أفيده بها بعد ذا كده هو ينزل ملعبه طبعاً واخد رسالته من الكابتن بتاعه واخد كلامه واخد الرولز اللي هيمشي عليها هيقدر ينفس الملعب غير كده معالجة الأخطاء دي من أهم حاجة أننا مثلاً مش أنا كمدرب واقف في الملعب بشوف العيب مثلاً بيعمل حاجة وأنا واقف بتفرجه خلاص لا أنا جاي أقدر سالة لازم أديها صحة الأكمل واضح إحنا في أعظم نادي في أفريقيا فلازم نكون على أد المسئولية لأن إحنا هنا بنطلع لعيبة كويسة لمنتخب مصر واختار الناشئين وطبعاً يفيدوا النادي الأهل ويفيدوا الكرة المصرية طبعاً أنا بتشرف أن أنا موجود في أعظم نادي في الكون ونادي الأهل مسئولية كبيرة قوي وإحنا إن شاء الله عد المسئولية وإن شاء الله هننطلع عاجل جديد إن شاء الله أنا موجود أن أنا هنا موجود في أكاديمية النادي الأهل بالغردقة والكابتن جودة والكابتن شاطة هتكلم معنا في البداية أن إحنا نطور اللعب لمستوى أفضل نعلمه مهارة الأسية في الكرة القدم يمشي بالكرة نعلمه مهارة الأسية جاري بالكرة وقف على الكرة ونحفزه بحس أنه يحب التمرين وكل تمرين نيجي يحفزه بحس أنه يحب التمرين وكل تمرين نيجي ما يغيبشه كده يعني بس ونطلور المساوى أفضل وبأمر اللي إن شاء الله فيه لعبة كواسة نتروح الكطاع إن شاء الله بإذن الله وبشرف أن أنا مدرب في كلمة نادي الأهلي والله أبرز التعلمات اللي كابتنا إن شاء الله وكابتنا جدوا هنا أن نحن بنحرص على أن نطور الولد ليطلع في الكطاع الناشئين ونبرزه في الدرجة الأولى وزي ما احنا شايفين ما شاء الله الدرجة الأولى دلوقتي يتلع فيها لعبة من الكطاع للدرجة الأولى ده نتاج الأكديمات والكطاع الانتماء اللي كانت نادي الأهلي ده حاجة كبيرة جدا ومجرد اللي إحنا خدنا اللي إحنا لكل موجودين هنا ده حاجة مسهلة ومش هينة والشغل هنا بدأنا في نعتبر من الصفر مع الأولاد يعني بالضبط بنبدأ أسيات مع الأولاد كلهم بنبدأ أن نشتغل على السنس على المهارات الأسية وبعد كده بنبدأ نفصل الأولاد المراحل A و B و C عشان مراحل هي الأي اللي هي الأولاد المتفوقين أو الكويسين معنا صح يبدأوا نديهم تمرين أقوى وتمرين أفضل فيها تطوير لإمكانياتهم لا يهو أولا ها جاء نحن نرفع المستوى اللاعبين هنا والاستعداد التام لكل اللاعبة بالمعدات بتاعتنا ونحن نرتقى باسم ندي الأهلي فهو ما يباش في أي تأثير معنا إحنا عايزين نخرج أقوى إمكانية لللعب يعني بحيش أن نبع فعلاً عاملين اسمي فعلاً ندي الأهلي هنا أول أنت بتحبي مين من لعبت ندي الأهلي ونفسك تكون زمين أنا بحب من الأهلي أفشا والشنناوي ونفسي أطلع شبه محمد صلاح أنا بحبك يا شنناوي أزياد طور نقولي بقى بتحبي مين من لعبت ندي الأهلي ونفسك تكون زمين بحب أفشا والشنناوي ونفسك أبقى في النشي الجونيو زي في النشي الجونيو بحلم أن أكون أكبر خط وسط في الناد الأهلي يعني إن شاء الله زي كابتن عبدالقادر لا أحب أحلي أهلا بحضراتكم من جديد برحب بضيف وضيفكم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عزة منوارنا يا أستاذ علاء كابتن وسامة تحياتي الحضرات وتحدي كل مشاهدين ندي الأهلي وسعيد جدا أن أكون في ضيفتك مرة تانية دايما جمهور ندي الأهلي بيسعد لما بيشوفك على شاشة قناة ندي الأهلي ربنا يخليك ده وسامة على صدر والله وأتمنى دايما نكون نحظن ظنهم يا رب دايما يا رب نبتدي أبقى مع الأشبال وإحنا برنامجنا الأشبال شفت إزاي عدد كبير من نشئين ندي الأهلي الفترة السابقة في عدد كبير من المباريات بدأوا ياخدوا فرصة وبدأت الناس يعني تشوف لعبة النادي الأهلي ونشئين ندي الأهلي طبعا في البداية خلاص كنت طبعا بدعم القرده بشكل كبير جدا قرار مجلسة دارة كانت قرار رائع في توقيت رائع احنا كلنا كنا شايفين نجوم الأهلي الكبار مش قادرين خلاص وصلوا لكمة الإرهاق البدني والزهني وزهن تحديدا كان خلاص لعبة تعبت بشكل كبير جدا ما كانش عندهم قدرة مستحيل كان يقدروا ينهو الموسم ده كان قرار جابي جدا وفرصة كان فرصة بقى أن الناس تشوف لعبة النادي الأهلي الصويرين تشوف مستقبل لنادي الأهلي بس كنت حزين من تناول الإعلام يعني الإعلام للأسف الشديد الإعلام اللي كان بيطبل لأندية أخرى عشان بتشارك 2-3-4 لعبين لما نادر أهلي يقدم فريق كامل من ناشئين ما نشوفش إشارة منهم يمكن شوية النتائج شوية مساعدتش يعني لا أحدش محظوظهم بالنتائج لأن التوقيت كان صعب بالنسبة لهم النتائج مساعدتهم مش أنهم ما يأخذوا حقهم من الإعلامي لكن يعني وأكتر واحد كان أكتر واحد كنت تزعلان قوي عليه كان الكابتن خالب بيبو كنت مداء قوي إزاي الإعلام ما يتكلمش عن دور كابتن خالب بيبو إن هو إزاي في يوم وليلة متضر للنار زي ما بيقولوا يقدم فريق كامل من اللاعبين الصغيرين يخدوا تجربة صعبة جدا 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 في توقيت صعب جدا جدا وكل الأنظار عليهم دي مش بطول كسر ربط عشان الناس ما تهتمش بيها لأ دبطور الدوري والأهل لسه عنده كان لسه عنده فرصة والناس بيتكلم على المركز التاني وبتكلم على حاجات كتيرة جدا فأنا يعني زهلت جدا من الإعلام تناوله للوضع ده وصعب عليها جدا أو زهلت جدا على حدم تقدير الإعلام لدور كابتن خالب بيبو إن إزاي واحد في يوم وليلة قدم للناس فريق كامل وأكثر من فريق وإن كان داخل لنا دفعة الناس بالها فترة قطع الناشين وما بيقدمش كان زمان لما قطع الناشين بيقدم لعيم واحد الناس تحتفي به دلوقتي ما شاء الله أنت في الزمان أنت بتقول الزعلاء يعني النادي الاهلي بيقدم فريق هسيبك تكمل النقطة دي لكن الموقع الرسمي للنادي الأهلي منذ قليل الأهلي يشكر شركة الكرة ويؤكد على تقديره الكامل لجهودها قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لقاه مجلس إدارة النادي من جانب الأستاذ ياسيم منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علي عبدالصادق عضو مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم وهو الأمر الذي يعكس إخلاص ابناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديدة ده على الموقع الرسمي للنادي الأهلي منذ قليل فضل أزالين حيث كنت بتكمل أو بتتكلم عن دور كابتن خالد بي وفتح عن نشيبه طبعا كمان يعني كنت برائب الإعلام بشوف الإعلام هتكلم إزاي عن تجربة دي إزاي الإعلام هيحتفي إن النادي الأهلي في وقت صعب جدا قدر يقدم أكتر من 13-14 لاعب أو ناشئ جديد للكرة المصرية مش للنادي الأهلي بس ليه تجاهل كبير جدا للأسف من الإعلام للنشيئ النادي الأهلي دولا حتى كمان لما النادي الأهلي كانت في التجربة الأصعب لي كاس العالم الأندية لما كان عنده 14 غياب ولد صغير اسم محمد مغربي أول مباراة رسمية ليه محمد الأهلي كاس العالم الأندية يعني إزاي إزاي اللعيفزة ده أو إزاي تجربة زي كده ما تاخدش حظاها الإعلامي بنشوف إن الناشئ تالي بيرعب في نية دي في المباراة ويعمل أسسة الجول من الدنيا بتقوم متواجشة وإن قطاع الناشئين في النادي ده مبهر ومش مبهر حتى بدون بغض النظر عن نتاج قطاع الناشئين يعني لما تشوف حتى قطاع الناشئين في النادي الأهلي خلينا في البطولات حتى على مستقصة بطولات يعني النادي الأهلي واخد 50% أو أكثر من 50% من بطولات قطاع الناشئين كلها على مختلف المراحل السنية دل دفعني شوية أنا كلمة كابتن خالبيبو وعملت مع حوار مطول في مجالة النادي الأهلي وحسيت أدينه وحزين أن الناس بتقلل الناس بتقلل أو بتهجمه كمان بتهجمه بشكل كبير جدا بتهجمه بشكل كبير جدا لأنه درجة كان بيقول أنه كان نفسي أطلع أتكلم وقول إحنا بنعمل كذا الناس كنت تهجم قطاع الناشئين في النادي الأهلي لحد من فرصة جات فبقول له طبعا أنت كنت جاهز إزاي يعني إزاي في يوم وليلة قال لكابتن محمود الخاطب كان لدي سوكة كبيرة جدا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي والأمر معنا ما أخذش أكثر من خمس زايف ومكلمة هاتفية وقال قلت له إحنا جاهزين وعطينا الضوء لأخضر مجلس الإدارة فقال إحنا كمان كنا جاهزين أكثر من فرقة يعني يعني كابتن خالبيب أنا كنت عامل كل الحسابات أن أنا أقدم لنادي الأهلي أكثر من 30 اللاعب قال أنا كان عندي السعادة أن أقدم 3 فرق تخوض حتى نكتبتها في الأنوان أننا عندنا 3 فرق تلعب مع الكبار يعني لكن تجربة رائعة جدا العادة كبير جدا لكن الوقت للأسف الشديد يعني الوقت كان صعب جدا عليهم هسألك يا زعلاء لقتي بس يعني بعد التقرير أبرز اللاعب اللفت النظر لا كثير التقرير بقول زي ما أنت قلت في مقالك أو حوارك مع كابتل خالد بي بالزبط يعني يمكن التقرير أقصر من رائع بجد يعني لكن أنا أقول لها يا كابتل أن أسامة اللاعبة دي كان ظلمت بس في توقيت بس الظهور يعني كان النادي الأهلي بتعرض لضغوط كبيرة جدا والعبة دي كمان نزلت الملعب بضغوط ما كانتش متحررة من القيود كانت مطالبة منها منها تكسب ويمكن الناس قد يحتفلوا بالفرقة دي أو بالمجموعة المواهب الصغيرة دي في مرش الاتحاد أول مغرأ ليهم قد يعني يكسبوا الاتحاد بعرض رائع جدا بعكرة يكسبوا المصري فكان ده أمر أسعد جمهور النادي الأهلي جدا لكن الظروف المنافسة البطولة شوية ما خلتش اللعبة دي تاخد حقها يعني جمهور أضارها بشكل كبير جدا لكن لكن الظروف كلها كان في بعض اللاعبين كمان التوقيت كمان كان جاه أثناء مشاركة منتخب مصر للشباب في بطول كاسر عرب في السعودية كنت أتمنى تشوف رافت خليل ده رافت خليل لو كان فعلا شارك مع المجموعة دي هياخد فرصة لكن في التوقيت ده لما كان يكون موجود يعني لو كان يعني مثلا الخمس مباراة الفائدة أو سيد مباراة كنت يتكلم على مشروع نجم كبير جدا في النادي الأهلي حتى منتخب النشئين البكرة ان شاء الله نهار ده فتاح البطولة نهار ده للتوقيت ده أنا عندي النجوم الأساسية المنتخب النشئين كلهم من نادي الأهلي منتخب الشباب عندي لعبة كتيرة جدا من نادي الأهلي لكن الحمد لله يعني تجربة أعتقد نجحة بشكل كبير جدا القوائم كمان السنة جاية بالنسبة لبطولة الدورة ممتاز مديها لكل نادي خمس 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 لعبين لكن نتمنى نشوف بقى النظام المسابقات النشئين يكون ازالين تعرف نحن بتتغير عند النظام من مرة أخرى يعني كل سنة بيلغوا قطاع أو يلغوا بطولة ويقدموا بطولة وده أمر موزعج جدا فإن شاء الله بإذن الله أنا متفاعل بشكل كبير جدا الفترة الجاية بإذن الله شايف التخطيط إزاي اللي نادل الأهلي ابتداه من حوالي ما يكرم من شهر بعد خلاص بطولة الدورة وشوفنا تحكيم اللي عمله في بطولة الدورة المفروض أنت النهاردة في بطولة الدورة في الأمطار الأخيرة مفروض يبقى كله بيشتغل وبيدي أفضل حاجة تحكيم شوفناه في مبارات المأولين شوفناه في مبارات البنك الأهلي شوفناه في مبارات فاركو قبل ما نروح للتحكيم شفت إزاي نادل الأهلي بدأ تخطيطه للموسم القادم بإراحة اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأساسية اللي بقى لها ثلاث سنين اللي بقى لها ما ريحيتش سواء مع النادل الأهلي أو متخب مصر ودايما في الكرة بيكون في قوام أساسي اللي عبرت شوفت التخطيط ده إزاي وبدأ الدفع بلعبين النشئين أنا أقول الحاجة هو كان قرار حكيم جدا يعني مجل صلوات نادل ياخذ درب عاصفهم بحجر واحد يعني أنه ريح لها بالكبار بعد مجهود ثلاث سنين وبنشكرهم جدا على عملوه في ثلاث سنين ده بجد يعني يعني اثنين دورة بطال أفريقيا ووصلوا البطولة التالتة على التوالي و اثنين صبر أفريقي واثنين برونزيكا سعلم بجد يعني ده إنجاز غير مسبوك وبنشكرهم جدا عليهم يعني بجد دربتنا دي الأهلي آه يعني أخصرنا دوري لكن ده أمر طبيعي جدا لكن بنشكرهم لأنه لقدموه أكتر بكتير من خسارة بطولة دوري يعني أنا بقول لك آه بطولة دوري مهمة لكن احنا عملنا ما هو أهم من بطولة دوري أنت حالك بتتكلم دوات على إن النادي الأهلي واحد يمكن انبارح كان فيه تقرير بالصدفة عملوا مؤرخ كورة انجليزية كبير جدا اسمه ديفيد كابل تقريبا كان بيتكلم على أعظم عظماء دوريات في بلادهم يعني بيقول لك إيه أقصر الأندية في الفاز بدور في بلادها يعني فكان بيتكلم عن مفرقات كبيرة جدا فبيقول لك يعني القائمة دي عمل فيها عشر الأندية الأهلي كان التامن وقال النادي الأهلي تراجع مركز الأهلي كان ترتيبه السابع لحد سنة 2020 ولما خصد دوري سنتين وراء بعض في نادي أولمبيا تقريبا برجوي طلع خد نفس على البطولة أو زاد على النادي الأهلي بطولة خد ثلاث بطولة دوري فأنا تقرير ده أسعدني جدا جدا وبعكرة بتكلم أن النادي الأهلي مش بس من التامن في قائمة الوظماء العشرة لأ ده النادي الأهلي هو أول للوظماء دي قالك لأن أنت لما تكلم عن النادي الأهلي في الأرقام القياسية في مشاركاته في كأس العالم للأندية لا هو ركز على الوقت حمومة جدا دي نسمة لحظها شيئا قالك النادي الأهلي هو أكتر نادي في العالم من خلال بطوط الدوري في بلاده وفي أقل مساحة زمنية يعني أنت بتكلم على أن الأهلي خلال الدوري في الدوري المصري 42 مرة من 64 نسخة وكويمة الدوري مصري بدأت 48 مقارنة مثلا بفريزة سيلتك مثلا اللي هو جلاسكو رينجرز المتصدر قايمة الدوري في بلاده وقاله 122 سنة يعني قابلينا ب50 سنة فدي دي المفرقات يعني وعشان كير بيقول لكن آه ممكن يكون جلاسكو رينجرز واخد الدوري 55 مرة بس على مدار كام على مدار 150 سنة لكن نادي الأهلي واخد 42 مرة في كام في 64 نسخة بس وقاعد يتكلم عليهم والحمد الله كانت تقرير رائع جدا جدا وأن النادي هتفوق على أندية كبيرة زي بنفيكا وآيكس وريال مدريد وبرشلونة ومنشستر ونادي دي حاجة أسألتنا جدا والتقرير ده أتمنى أتمنى إن شاء الله بإذن الله أن الناس تهتم به وأتمنى من الإعلام المصري أنه يبرز التقرير ده بشكل لو في مصر النادي الأهلي بنفس نفسه طبعا بالتأكيد طبعا بالتأكيد والكاس والسوبر المصري بالنسبة للعالمية أنت النهاردة أنت بتنافس ريال مدريد على أكثر تتوجه من القرية القرية ونحاول تقرب ريال مدريد ونفسه بتعطي نادي الأهلي ونفسه أعلمية عايز أسألك عن التحكيم لكن هروح لفاصل ده وبعد الفاصل التحكيم وشفت إزاي التحكيم في هذا المصري بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد أستاذ علاء شفت التحكيم إزاي في الدور المصري نادي الأهلي ابتدى بداية أكثر من رائعة أكيد بيكسب الزمالة الخمسة بيكسب برامس الإسماعيل أربعة سيفر تلاتة بيكسب الإسماعيل في دات المشوار أربعة سموحة المقصر بيأخذ بطولة السوبر الأفريقي في شهر 12 بيأخذ تالت العالم في شهر 2 مزبوط إلى أن بعد النهاية الأفريقي وقلنا فعل فاعل مشوار الدوري والتحكيم مفروض في أفضل أو في الأمطار الأخيرة مفروض يبقى في أفضل حالاته شوفنا مباراة البنك الأهلي شوفنا مباراة المأوليد شوفنا مباراة فاركو وانت في الأمطار الأخيرة في بطولة الدولة شوفها كابتن أسامة أنا بس عازك يعني لو قلنا أكثر مباراة أصارت كان فيها أزمة تحكمية هتلاقي كل مباراة فيها أزمة تحكمية وخطأ تحكيم فادح هتلاقينا أهلي كان طرف فيها وتلادي أهلي هو الضحية فيها يعني حتى بداية حتى المباراة الأهلي كسبها خمس ثلاثة لما كسب زمارة خمس ثلاثة دي كان فيها أزمة كبيرة جدا شوفنا سمعنا الأول مرة عن مصطلح اللي هو الاحتواء شوفنا بعد كده روح البطول في مطش الأهلي والبنك الأهلي كل مباراة أهم خمس مباراة في الدورة كان فيهم أزمات تحكمية صاريخة وفادحة كان النادي أهلي طرف فيها وكان النادي أهلي ضحية فيها ده كان لخصصا كالحال لما يكون كل أشهر خمس أزمات تحكمية في الدورة المصري يكون النادي أهلي طرف فيها ويكون النادي أهلي ضحييتها تعرف أن النادي كان مستهدف تحكمية بشكل كبير جدا إلى أن تخلق مباراة يتصga فارقه الأخيرة لكن هي طبعا دي투 unsuccess كده كتكشفها وفادحها ierte دي اللي كانت يعني دي اللي كانت توضح تماما خلاص إن الأهل مستهدف وإن التحكيم ضد النادر آهل بشكل صارخ وواضح وكان معروف تماما يعني دي اللي كشفت كل اللعبة. لكن أنا كنت أتمنى يعني عدد أهل أهل أخاط خطوة مهمة جدا. لصرح التحكيم من مصر لأن ليكون مستفيد مunkenس لنادر أهل بس. كل الأهل المصري كل البدا sinnκان ظهر أوليد السفاد لما تتغير المنظومة المنظوم للتحكيم لمنظومة سيئة جدا 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 مش عايز اقول هي كلمة سيئة دي اقل حاجة ممكن تعالى مظلوب التحكيم في مصر النادي الاهلي خاط حرب لوحده ونجح لوحده وده قادر النادي الاهلي دايما بيخد كل الضايا ضد المساوى او عيوب التحكيم مصر بيخدها لوحده وده شيء محزن جدا نجح النادي الاهلي زي ما نجح قبل كده في قضيته مع الاتحاد الافريقي ونهاية دورة بطالة افريقية اه قصر بطولة دورة بطالة افريقيا لكن رجع حقوق كل الاندية ان تتلعب مباراة النهائية تلعب زهاب واياب ده كان انتصال بكل الاندية العواد المادية بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا يعني النادي الاهلي بيخوط حروب مفرده وفي الاخ خالص حصاد او نتيجة كبيرة بتوضع الناس كلها يعني النادي الاهلي مش هون مستفيد النادي الاهلي انا اعتقد النادي الاهلي اه عمل عمل رد فعلي قوي جدا وكان بدعم كبير جدا من جمهيره في مباراة فارقه والناس كلها وقفت مع الاضارة بشكل كبير جدا لكن انا شاف ان الاضارة النادي الاهلي تأخرت جدا جدا انا اعتقد ان لو كان النادي الاهلي يخذر الموقف ده بعد مباراة الاهلي وبنك الاهلي اعتقد كان الامر امور تختلف احنا في مباراة الاندية الاهلي كفضول الاول وكان فيها خطأ تحكيمي فادح يكشف عورة التحكيم في مصر انت قلت لسه للوقتي حتى دلوقتي حتى وانت كسبان المنافس خمسة بتشوف امور غريبة فانا انا اقول لك كابتلا انا اقول لك كابتلا اما والله لو كان النادي الاهلي خذ الموقف ده اللي خذوا بقعه مباراة فارقه خذوا مباراة البنك الاهلي انا اعتقد ان كن وいう وقت الازميرات التetrام انا بتكلم كلام مختلف تماما تما عن بطول الدورة العام كن وقتHiLA يتكلم علا ان النادي الاهلي يا إما بطل يا إما قاب قوساني وقدنا هو يتوق مثلا كان ممكن مباراة المباراة الجاية دي مع إم بدي كونه ممكن يتكلفها لنادي الأهلي فوز بطولة دوري أنا بقول لحضراتك النادي الأهلي عمل موقف رائع جدا بس متأخر جدا أنا بأكد حضراتك لو كان الموقف ده اتاخذ بعد مباراة البنك الأهلي لأ كان في حاجات خير جدا نصلح طبعا طبعا من لوف المية طب شفت بعد قدوم كلاتنبرغ أو بمجرد نبأ وصول كلاتنبرغ شفت الحملات إزاي عليه من حكام مصريين اتحدوا هل النهاردة الناس دي مش خلت فرص وما تمش تطور التحكيم المصري لما نجيب واحد أجنابي النهاردة ممكن يتطور على إيده التحكيم نسنده ولا نحربه من بدايتها لا ما أنت أكد بتطع عيشه بتطع السبوبة بتطع حاجات كثيرة جدا بتطع مصرح كبيرة جدا أنت بتغير لجنة كاملة فطبعا لازم أنت عافل أصلا تحكيم المصري أصلا ما شاء الله الوحد هو أصلا لوحده منقسم على نفسه يعني أنت حلالك أنت دلوقتي أكيد تسمع عن جروبات الواطس في التحكيم المصري يعني ما شاء الله يعني الحلالك لو لو أي حكم معتزل وقلت له على جروب الواطس ده هيحكي لك بلاوي فيه بتحصل مهازل بتحصل في الجروبات دي هو أصلا منقسم لوحده الانقسام ده توحده لما جاء المدرب الخبيل الأجنبي لأن الانقسام ده ده مجموعة بتحرب مجموعة عشان دي تكون موجودة ولما دي بكون موجودة التانية بتحرب عشان تكون من هي الموجودة مكانها فبالتالي اتوحده اتوحده لما خافوا على الأكل عشهم قالك لا آه انت تاخد مرة ونحن أخد مرة لكن احنا نتنكرنا ببرة برة اللعبة خالص لما جاء كانت برجف عشان كده توحده ضده توحده ضده ده أمر طبيعي جدا احنا شوفنا راجل قبل ما يشتغل ده لسه ده لسه جاي في الطريق وشوفنا بقى أنه فشل في الدور السعودي وفشل في اليونان وفشل مش عفودي طيب ما قلتوش ليه من الأول لكن لما الأمر تعرض لقطع عشهم أو مش لقطع عشهم لقطع السبوبة أنا عارس جدا هي سبوبة فعلا التحكيم المصري بيئي سبوبة مجاملات صريخة جدا وعارف أنه في ناس كده جدا عارف أنه بتخش القائمة الدولية بمجاملات عارف أنه تعينات بمجاملات شوفنا الرجل رجل تعتقلت الفيديو ده ده اللي اسمه شاف السيد مراد سيد مراد ده اللي قعد عشهين سنة محدش اسمع عنه حاجة أول ما الرجل جيه ورجل قال لك إيه المهزال اللي حصلت في مبارات الأهل وفرقه ورجل قال لك لا أنا كده هتكشف وهتفضح رح مقدم استقال طبعا شوفت النهاردة محمود عشور بعد الخطأ بتاع النادي الأهل عصام عبد الفتاح بيعينه في تاني مباراة النهاردة استبعاد محمود عشور بقاله فترة خطأ بعد ما كلاتن بيرج أقرب هدف النادي الأهل هو كابتن عصام بس كان عايز يعني عايز يثبت ذاته بس في توقيت الخطأ وبالطريقة الخطأ طبعا طبعا يعني في مطشيات الأهل هو كان بس يعني يعرف حلوة الروح يعني الرجل عارف كده كده أنه هو هيمشي فالك عامل حلوة الروح يعني أحاول بس أثبت للناس أن أنا فير أن أنا ما بتهديدش أن أنا ما بخافش أن أنا ما بظلمش لكن طبعا كان خلاص يعني صبق الصيف العزل فإذا الناس كونك اللي بتميته الكواليس أعتقد فيه। شفت تصليح الي قاله الكابتن سابير وحمود غسمان Whenicsa كل Try أخير والله لو سمعت الكواليس يا كابتن أما والله لو الكواليس أنا أتأكد أنا مواصل منو في المي أن فيه حكام دلوقتي موجودين دلوقتي لو الكواليس قلت هيبطرة تحكيم في مصر لأن عندهم في بلاوي زي ما يقولون وإحنا طبعا بنشكر النادي الأهلي لأنه صلح المنظومة الفزدة المنظومة العرجاء لأنه حتى لما كانوا عايزين الراجل ما يجيش ويمشي صباحا فتح يجي حد تاني والحد تاني ده مع رجالته وخش برجالتك يا فرج مش عب زي ما كانوا بيقوله وكده عشان هو ياخد ده ياخد ده ياخد ده ياخد ده للأسف الشديد يعني أهم مبدأ في لعب البطولات مبدأ العدالة أن يكون في عدالة على الجميع النهاردة بيقر للأندية بدخول جماهير 2500 لكل نادي بتشوف النادي لأهلي جماهيره 2500 في المدرج بنشوف أندية أخرى العدد ممكن يتجاوز السبع تمن تلاف وعشر تلاف شاف الوضع ده إزاي وإحنا نهاردة بنقول أن يكون في عدالة حتى في حضور الجمهور هو النادي الأهلي نهاردة لو فتحت لجمهوره شاملة الإستاذ؟ طبعا طبعا يا كابتن سامان أنت حالك لما تشوف لما تشكر أنه بعد ربع ساعة من فتح التسجيل لأي مباراة بعد عشر دياب الضبط بعد عشر دياب بتلاقي على طول السوش يتكلم أن التزاكر خلصت أن السيستم موقع طب المنافس ده أو الأنديات تانية دي يعني السيستم موقع الشيء يعني السيستم بيقع في مرشات الأهلي بس الحضور بيكون منبهين أول على الحضور ومركزين أول حضور في مبارات الأهلي بس ونشوف الأنديات تانية بيطلع بشعافة 60 نتوبيس ولا 66 نتوبيس بيسافروا وراهم والحجز على السيستم نهذا مش هي حجز معاك طبعا إزاي بتدخل الإستاد وإزاي بتركك وإنت العدد بتاعك 2500 مشاكلة إزاي نشوف عشر تلاف مباراة إزاي أو تمن تلاف إزاي طبعا دي يسأل فيها تحاري كورا ويسأل فيها للشركة المنظمة أو المسؤولة عن هذا النظام فعلا لازم فيها تحقيق عاجل يعني يبررنا إزاي بالأعداد الموجودة إزاي يعني هل أنتو بتفتحوا للأهل أو للأهل المخصص للأهل 2500 والتانية بتحط صفر طبعا 25 ألف ده طبعا مهزلة كابتن أسامة والله فعلا ما فيش عدالة في مصر في أي فيش عدالة في أي حاجة كل حاجة هنا ماشي غلط وكل حاجة تستوجب فعلا فتح تحية احنا نفتح تحية في الملاعب وفي الدخول الجماهير وفي التحكيم وفي كل حاجة أنا مش عارب جدا والله كابتن أسامة هو موسم صعب جدا على كورة مصرية ولكن النظام لو مش بالشكل ده أعتقد أن الأمور هيبقى فيها أزمات أكبر وأكبر نتمنى العدالة هي دي اللي احنا طلبينها العدالة حتى الجمهورية كابتن أسامة يعني حتى الجمهور كمان بيت فيه محباية لا مش محباية قدام الكاميرات بنشوفه في المباريات جبنات لها لعدده بيحضر 2500 بيحجز على السيستم وبيدخل وأندية أخرى بنشوف العدد بيوصل لعشر ثلاث والله ده كانوا ترعينا أمرا والله شرفتنا ونورتنا ربنا يخليك تسلام دائما نسلم تعبيك على قناة لأهل ربنا يخليك تسلام بكده وصلنا نهاية حلقتنا النهاردة مع ضيفي الأستاذ علاء عزة بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونشوف حضراتكم إن شاء الله لأسبوع اللي جاي على ألف خير وحلقة جديدة من الأشباب